السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زي ما تكلمنا في الفيديو اللي فات عن اهم منوعين من انواع اللي هو فيه للبشرة الجفة وكلنسر للبشرة الدهنية. واتكلمنا عن مميزات بتاع البشرة الدهنية واتكلمنا عن مميزات بتاع البشرة الجفة. او مش مميزات بقى اتكلمنا عن او النقط اللازم ان تكون متوفرة في البشرة الجفة وكلنسر البشرة الدهنية. وقلنا مثلا للبشرة الدهنية لازم ان يكون في حاجة تعمل اه او حاجة تزيل او حاجة تمام وقلنا ان البشرة الجفة محتاجين فيها حاجة تعمل حاجة تانية يعني مهمين جدا جدا في نقطة الغسول بتاع البشرة الجفة. طيب ونختار كده غسول للبشرة الجفة نوع مهم جدا جدا سيرافيه مثلا. السيرافيه اللي هو مثلا حاجة للبشرة الجفة. السلسلك اسد هينضف بعمق جدا جدا جدا. اه لكن بقى احنا بنقول للبشرة الجفة. فبالتالي اللي هو السلسلك اسد ده هيكون قوي جدا على البشرة الجفة. لكن بقى محطوط مع ايه بقى يا جماعة? احنا محطوط معه اللي هو الهيارلونيك اسد بيعمل يعني انت لو بصيت على المواد الفعالة اللي موجودة فيه هتلاقي فيه الجليسترين وهتلاقي فيه السلسلك اسد وهتلاقي فيه الهيارلونيك اسد فهتلاقي مجموعة مرطبات كويسة مع وحاجة تهدي البشرة مع السلسلك اسد. ده مثال. لو جيت بقى على حاجات البشرة الدهنية عندك الررش بوزي الفاكلار. وجنبه ده هو يا جماعة ده يعني يعتبر بالمقارنة بالحاجات دي اقل شوية كاكواليتي يعني. فزي ما احنا شايفين كده فيه حاجات اللي هي شركات آآ يعني آآ وشركات عادية قدامنا. وزي ما اتكلمنا برضو في الفيديو اللي يفاتي جماعة ان فيه حاجات ميديكيتد وحاجات نان ميديكيتد. احنا عشان بس. وزي ما قلنا في زي مسلا مشاكل محتاج احط في بتاعي مواد او تهتم وبتركز على المشكلة اللي موجودة عندي او حاجات للتفتيح زي مشكلة عندي مشاكل تانية زي مسلا مشكلة والحاجات ديت او التجاعيد والخطوط الغفاعة ديت ساعات بنحتاج بقى في نفسه ومع الكريمات والحاجات التانية بنضيف في نفسه حاجة مسلا تساعد في ان تقلل آآ او اللي موجودة عندي دي. يبقى احنا زي ما احنا شايفين كده قدامنا بعض اللي تكلمنا عليها في الفيديو اللي يفاتي. وتكلمنا على فكرة يا جماعة في كازة ركاية. اول ركاية كلمنا عليها وقدامنا في قدامنا دي ان احنا قلنا آآ ممكن يكون في كزا فورمة من الفورمات. فورمة من الفورمات زي مسلا في كريم في كلينسينج جيل. وتكلمنا المرة اللي فاتت انهل انسب للبشرة الدهنية. يعني مسلا حد جاي لي آآ بشرة دهنية. اختر له الكلينسينج ولا الكلينسينج كريم. طيب بشرة جافة اختر له الكلينسينج كريم ولا جيل. زي ما قلنا في الفيديو اللي فات ان الجيل شوية بيجفف. فبنستخدمه للبشرة الدهنية بيكون خفيف عليها ومسلا لما بيجفف انت عندك دلوقتي البشرة السن دهنية بطبيعتها. وفيها اما البشرة الجافة محتاج انا ارطبها. فبالتالي ممكن انا حط كريم هتكون دي عندي. طيب اه كلمنا برضو عن نقطة تانية اللي هي نقطة دي التونر زي ما احنا شايفين قدامنا هنتكلم برضو عن التونرات. لكن هنتكلم عن نقطة برضو الفورميد برضو زي مسلا. احنا قلنا يا جماعة الملك بيتشال بايه? الملكة مسلا بيتشال بالووتر ولا بميكاب بريموفالبادز. والفيديو اللي جاي ان شاء الله بإذن الله هنتكلم عن وهندي امثلة من اللي موجودة اه قدامنا دي على موضوع اه احنا كده اهم الغسولات. اتكلمنا عنهم. وجبنا الامثلة اللي قدامك اهوت. وفي الفورمال جيل مسلا زي الجيل. اه وفي مسلا اللي هو اه الكريم. ده هيفضل البشرة الجفة ولا الدهنية. اكيد هنقول للكلام ده. او انا بشرة ممكن يستخدم البشرة مسلا الدهنية. طب ليه هيستخدم كريم? هتستخدمه للبشرة الدهنية. مش ممكن البشرة الدهنية دي يكون صاحبها بيستخدم فبالتالي البشرة بتجف عندك. فانت محتاج تديله بس ده ما يجفف علشان البشرة كده كده بدأت تجف بسبب استخدام فاحنا عندنا كزا مسال يا جماعة. اه امثلة مسلا لي اللي بتكون فيها حاجات مسلا للتفتيح او حاجات مسلا للكلام من ده كله. حاجة مسلا فيها الفيتامين سي هيقلل لموضوع حدوث على فكرة. احنا معرفينا عشان اللي بيحصل. ممكن يحصل عندي وغيرها. فااا بتالي برضو هنتكلم عن النقد دي برضو اللي اتكلمنا عليه يا جماعة في الفيديو اللي الفاتen. وده حاجة ملك. ملك يا جماعة العشان برضو الفيديو اللي فاتتكلمنا في الملك بتجعلي ازاي. آآ التونرز و الميثل terre والميثل الروتر تكلمنا عن التونر وايه فايدة التونر. آآ دي على فكرة يا جماعة. في التونر. لوقت الميكوب بيكون في يعني الميكوب مش بيكون كله ولا بيكون كله يعني بيدوف فبالتالي انا لو عندي على البشرة من ضمن الميكوب هحتاج عشان يدوبه. طيب لو كان عندي موجودة على البشرة محتاج انا علشان ازيل به الميكوب ده. طيب فيها زي اللي فوق ده هو اللي بجرنيه ده يا جماعة طافي على المياهو. هي هيزلي اما الجزء اللي هو هيزلي اللي موجودة في يعني يا جماعة بيكون في جزء وفيه جزء فبالتالي عشان ادوب محتاج اجيب له عشان ادوب محتاج اجيب له عشان كده عملت ايه ادتنا حاجة او يعني موجودين عنه. نبدأ نستخدم انا الجزء ده ارجي كويس على فكرة دي نقطة مهمة هرجي كويس قبل ما استخدم ليه. علشان اخد واتري بارت. ما اخدش بس فدوب ويفضل باقي الميكوب على وشي. واقول مسلا بتاع مش شغال. طيب. اه فيه التكنيك بقى يا جماعة اللي هي المسلر. المسلر يعني ايه مسلر? مسلر دي يا جماعة يعني زي بتكون كده زي كرات. الكرات دي بيكون الجزء الخارجي بتاعها بيكون ووتري. الجزء الداخلي بيكون نانووتر او ايلي. فبالتالي الجزء الووتري من الميكوب بيلزق في الجزء البراني. والجزء الايلي بيدخل جوه المسلر او في النقطة الايلي. يعني ده بتجمع الاتنين مع بعض في صورة واحدة. دي ما احنا شايفين مسلا بتاعة الجرنية برضو. في فيتامين سي. احنا متكلمين قبل كده ان في حاجات دي كلها ممكن تكون طيب. اه دي يا جماعة بقى ايه الانواع التانية هوت. عشان بوقتين بالنا. ده برضو. دي الحاجات بقى اللي هنتكلم عليها الفيديو القادم بازن الله. اللي هي الحاجات طيب. الفيديو النهاردة كده انتهى وان شاء الله بازن الله مكملين معكم في فيديو القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتظرونا في بازن الله.